اهلا بكم بحلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم نصائف تحذيرات وتوقعات الابراج لشهر ابريل 2021 من اول النهاردة 6 ابريل لحد يوم 6 مايو كالعادة بليز ما تنسوش تابعوني على الساشة الميديا على الانستجرام وعالفيسبوك وتقولي تفرج عليهم فين وانتو برج ايه اه طيب اه بقى لي كتير جدا عارف ان انا متأخرة عشان كان عندي ظروف كده عائلية كان مامتي موجودة اجازة من دبي اه لمدة اسبوع واحد فطبعا كنت منشغول معها جدا مكنش عادها في البيت فما كنتش معي ببقى انترنت بره كتير بخلص الباقة بتاعتي فبقاش عندي انترنت انا عادة اصور لايفات واللايف طبعا بيخترق يا جماعة او بيسحب الانترنت بصوا بقى انا عايز اقولك ان احنا في رمضان هيبقى عندنا حلقات ومواضية كتيرة جدا جدا وانا في موضوع في رمضان عايز اقولك ان انا قررت ان احنا نعمل مساعدات انسانية او مساعدات مادية لاي حد ما احتاج فلو اي حد انترستد بليز يبعاتلي على الانستجرام ميسج او يبعاتوا او تكتبوا لي تحت في الكومنس في الفيديو ان انتو انترستد ونشوف ممكن نتواصل مع بعض ازاي طيب برج العزراء انا خلاص كل الابراج فهنبتدي تاني من برج العزراء ونعمل سايكل تاني هنعمل النهاردة عزراء وهنعمل عقرب وهنعمل الجدي طولة التلت ابراج اللي هنتكلم فيهم عن اهم التوقعات وممكن تور كمان او تور انا متأخر عليه فهنعمل تور كمان طيب برج العزراء مش هقول ان الفترة اللي فاتت دي كانت احسن فترة في حياتك بالعكس كان عندنا توطر نفسي كتير جدا عندنا مشاكل نفسي مشاكل صحية ومشاكل في الشغل كتير قوي انت كنت بتبقى متعصب سهل استفزازك بلود افعالك سريعة الفترة اللي فاتت ما كنتش متزن نفسيا قوي عزراء كان عندك عدم استقرار نفسي المشكلة برج العزراء انه لما يكون نفسيا متضمر او نفسيا متضايق او نفسيا حزين بيأثر على كل حاجة في حياته فكنت اكتر عصبية تلاقيك وتتعصبه بسرعة جدا الفترة اللي فاتت او بتتعصبه بسرعة جدا سهل استفزازك وسهل ان انتو تعملوا ردود افعال فانا شايفا انا كده كمان لو انتو امارات تبقوني فانا عزراء زيك فانا كمان كنت كده فحاولوا ان انتو شوية تقللوا من رتم الردود الافعال السريعة والعصبية عندك كمان يا برج العزراء الفترة دي شايفا فيه ناس بتقرب وناس تانية بتبعد يعني الناس كانت قريبة بعدت عنك وفي ناس بعيدة هتقرب منك فالفترة دي هيحصل زي شقلبة كده في حياتك كأنك بقى عندك منظار كده او عندك عين فاحصة بتقدر تكتشف الناس على حقيقتهم ودي حاجة كويسة جدا جدا فيك يا برج العزراء ان انتو بقى عندكو زي بتكتشف ناس كتير كنتو بتحبوهم او رايبين منهم الناس دي مش بتحبوكو او الناس دي بتحقد عليكو بعدين فيه تحذير مهم جدا جدا انا عايزة ارفع لبرج العزراء الفترة دي هيبقى عليكو اعين حقدوا اعين حسن 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 كتير جدا حاولوا ان انتو تقروا القرآن كتير حاولوا ان انتو تعني حاولوا ان انتو تقروا الاذكار الصباح والمساء وانحنا ندخلين على رمضان ان فيه اشخاص حواليك منفروض ممكن يكونوا حق اصدقائك او صحابك او ناس قريبة منك يا برج العزراء الناس دي بتحقد عليك بتحسدك بصلك بطاقة ممكن يكون فيه سحر في ناس ممكن تعملك سحر كمان في حياتك الفترة الجاية تركز جدا جدا لان الاذكار وان انت تقرأ القرآن كتير دي اكتر حاجة بتشيل عنك الاعين وتخليك او بتحميك من طاقة اي حسن يا جماعة انا جاتلي كتير جدا 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 والناس بتقولي كلمي عن السحر والحسن لان الناس كتير بيقولي بعتولي يقولي انا تسحرت وحد عمل لي عمل عشان سيب جوزي وحد يقولي ان عمل لي عمل عشان خطيبي يشوفني مش عارفة حد مش كويس او شكلي وحش فبيجي لي مسجز كتير قوي عن السحر وعن الرحسن كتير قوي قوي يعني في برج العزراء بس عايز اقولكو ان حاولوا ان انتو الفترة الجاية تكثروا من الذكرة تذكروا من الذكار الصباح المساء لان فيه اشخاص هتحسدكو هتحقد عليكو بيتمنوا زوال النعمة من عليكم عندكو مشاكل في الشغل بس مشاكل دي يعني محتاج ان انت تقف مع ناسك وقفة قوية برج العزراء وترجع الاخطاء اللي انت عملتها والحاجات الصحة لشان تقدر ان انت تعديها عندكو كمان يا برج العزراء مشاكل في العيلة عندك مشاكل في العيلة ممكن يكون متخدم احد في العيلة عندك متخدم احد من اصدقائك زي ما قلت الفترة دي هي فترة انت هتحدد فيها مين بيحبك ومين بيكرهك مين قريب منك مين بيعيد عنك فعندوك يا برج العزراء ناس كتيرة هتقرب منك ناس كتيرة هتبعد ناس كتيرة هت يعني حاجات كتيرة هتتشغلب في حياتك الفترة الجاية طيب بس انا عايز اقول ان الشهر ده شهر حلو عليك تخيل عندك تقدم في حياتك شهر يمكن اواخر تلاتة اللي كانت شهر تلاتة مجانت شهر حلو خالص بالنسبة لبرج العزراء قولولي الكلام ده مظبوط ولا لا كان شهر صعب كان شهر في تحديات كان شهر في عقوسات انت كنت ملغبط مش منظم ممكن تكون صرفت فلوس كتيرة جدعت منك فلوس او صرفت فلوس في حاجات ملهاش لازمة وانت متداق من نفسك بس عندك شقلبك قوية جدا جدا فعشان كده انا شايفة ان الفترة دي لا الفترة دي انت بتحاول تفوق بتحاول تأول نفسك وانا بشجعكم فوق يا برج العزراء انت بترف تأول نفسك صح حتى بتهتم بصحتك اكتر صحيا برج العزراء كان بيعاني من حاجات كثيرة مش كويسة الفترة اللي فاتت وانا حذرت منها لدرجة ان اكيد اي حد كان متفرج علينا عزراء عنده زيارات طبيب يعني انت اكيد يا برج العزراء رحت تزور طبيب او تكشف او يعني كان عندكم مشاكل صحية طيب انا الفترة دي شايفاتكم بتفوقوا شايفاتكم بتحاولوا ان انتوا زي بتعملوا بتحللوا حياتكم بتحللوا اشخاص في حياتكم بتحللوا مواقف في حياتكم بتحللوا ناس قربت وناس بعدت فدي حاجة كويسة انت تكون بتحللوا ان انت تكون بتشوف ايه الصح وايه الغلط يعني انت عمل بتحلل برج العزراء دلوقتي بيعمل بيحلل بيحاول ان هو يفوق طيب عندك خصمات ناس ممكن هتخصمها او ناس تزعل منها او ناس هتدائق منها علشان مثلا انت خلوا عنك ما قفوش جنبك بعدوا عنك بس انا شايفة ان في المؤخرة انت طالع في طلوع في حياتك في شهر ابريل وخاصة اواخر شهر ابريل انت الدنيا طالع معاك جدا جدا يا برج العزراء فدي حاجة كويسة جدا جدا طيب برج العزراء والحب شايفة فيه عند واضح ان انت مش مستقر عاطفيا او عندك مشاكل في العاطفة بتاعتك المشكلة برج العزراء ان هو دايما محسود في العاطفة بتاعتك هو دايما محسود في عنده مشاكل في الحب يعني فانت الفطر دي عندك مشاكل لدالك انت ممكن تكون انت وحبيبك او انت الشخص المرتبط به مش بتكلمه كتير مع بعض في زعل في خصام في عدم استقرار في العلاقة في عدم انت مش فاهمه عايز ايه هو مش فاهمك ما بتكلموش مع بعض كتير زي الاول في يعني هو اخي جنب منك بس انت وبقيت انت مش عارف تعمل معاك يا برج العزراء مش عارف يعني كأنك تعبان نفسيا من الموضوع ده مش عارف تقرب ولا تبعد مش عارف تطلع قدام ولا ترجع لورا فدي حاجة موطرك شوية مخليك الان وخايف شوية انت خايف تفقد الشخص ده في نفس الوقت انت متضايق من طريقة تعمله معاك او متضايق ان هو بيتعامل معاك كده ليه او شايف نفسه عليك ليه او هو مش حاسس بامتك مش حاسس بتقدير ليك فدي حاجة برضو مزعلك قوي قوي مضايقك من نفسك بس في نفس الوقت كل ما تقرر تقول انا خلاص قررت ان انا ابعد عنه وقررت امشي وقررت اسيبه تحس ان انا لأ انا بحبه انا مش قادرة امشي انا مش قادرة استلغن عنه طيب عندكو يعني بس شهر ابريل شهر حب يعني يا اما هترجع لحد بتحبه وقلقتك تبقى كويسة جدا فيه ويبقى فيه مشاعر وفيه حب وكلام حلو يا اما فيه حد جديد هيدخل حياتك بس شهر ابريل هيبقى مليء بالحب والعاطفة والغرام بنسبة كبيرة جدا جدا يعني عندك حب عندك حب بيتولد في قلبك عندك شخص جديد هيجي يقرب حياتك او شخص قديم هيرجع من الماضي ياخد مكانه وبقوة اوكي طيب فيه طرف تالت والعلاقة العاطفية اعتقد الطرف تالت من ناحيتك انت بورج العضراء يعني ممكن تعجب بحد او بشخص جديد عندك او تعجب بحد داخل حياتك يعني ممكن حاجات كثيرة جدا يعني بس فيه طرف تالت في العلاقة العاطفية الخاصة بورج العضراء اما من ناحيتك اما من ناحيته اما ممكن يكون طرف تالت ده شغل اما شخص انت بتحبه مشغول جدا او عنده حاجات كثيرة مهمة اما انت اللي مشغول بس فيه طرف تالت حب في الحب يعني اعتقد من ناحيتك اما من ناحيتك انت اكتر يعني او ممكن يكون صفر حد فيكو يسافر انت تسافر على فكرة دايما مش الطرف التالت يبقى شخص ممكن يكون عيلة ممكن يكون شغل ممكن يكون صفر ممكن يكون بعد فالطرف التالت يعني مش معناه يا جماعة ان فيه شخص جديد داخل حياته وممكن برضه يبقى شخص جديد يعني بس مش بتبقى حاجة مجزمة يعني طيب شايفة ان فيه علاقة عاطفية ممكن ترسم معك في الثلاث شهور الجايين ودي حاجة حلوة يا برج العزراء يعني حد ممكن ترتبط به وتحبه وتتجوزه او يحصل يعني يحصل ارتباط رسمي وزواج او خطوبة في الثلاث شهور الجايين يعني فيه علاقة ان شاء الله بإذن الله دخل حياتك دي بشرة حلوة جدا برج العزراء في الثلاث شهور الجايين معظم برج العزراء هيدخل علاقة او شخص جاي من الماضي او شخص قديم العلاقة دي هترصب بالزواج او هيبقى فيه خطوبة وزواج فعندك نهوط قوي بالعكس انا شايف ان شهر ده ايجابي جدا جدا عندك حتى فلوسك هتدأ انت كان شهر تلاتة شهر اتنين كان عندك ازمة مادية قوية لا شهر اربعة جالك فلوس حلوة وممكن فلوس انت متوقع وفلوس تاني انت مش متوقع بس انت مهمل شوية في شغلك وفي صحتك يا برج العزراء او في شكلك انا عن نفسي من ناس يعني انا كنت مهملة جدا عايزة اقولكم ان انا قررت ان انا بفوق فاي رأي يكون نعمل كده ديل ان احنا في رمضان نهتم بشكلنا ونهتم بصحتنا ونهتم بوزننا يعني ونهتم بحاجات كتيرة جدا وعلى فكرة رمضان هنتكلم عن مواضيع شايقة جدا جدا تختلف عن مواضيع الابراج هنتكلم اكتر عن علم الطاقة هنتكلم اكتر عن روحانيات وحاجات حلوة اوي اوي هتعجبكم وهتبسطوا فيها جدا 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 اخر نصيحة عايزة اقولها البرج العزراء تقدم ببطء في اي علاقة تدخل فيها لو انت راجع لحد كديد او انت بتتكلم مع حد شخص جديد ما تجريش ورا الشخص ده في العلاقة خليك بطيء شوي انت بطيء برج العزراء بس العزراء في الحب لما بيحب حد بيبقى مبسوط قوي ونشكح جدا وسعيد فبيبقى مش عارفيني اللي هو العزراء لما بيحب حد بيبقى مدلوق على فكرة لانه مش سهل يحب فبيبقى بيديهم اعطاء في الحب على فكرة حبه خاصة له حب حقيقي فانا شايف عندك برج العزراء فرصة للوقوع في الحب بس امشي في العلاقة ببطء عندك شخص برج العزراء ممكن تكون ظلمته او بتظلمه الشخص ده احضر من ظلمه الشخص ده شخص من برج مائي او من برج ترابي او ناري حاول ان انت تشوف ممكن يكون شخص في العمل شخص في العيلة صديق ليك انت ظلمته او بتظلمه نحاول ان انت تراجع نفسك او تريكونسال علشان خاطر ما تندمش بعد كده يا برج العزراء انا عارف ان انتو قلبكو طيب عارف ان انتو بتزعلوا لما بتعملوا حاجة غلط يعني عزراء يا جماعة من الابراد اللي بتتدايب طيب يا جماعة انا عملت قناة جديدة اسمها قناة باول مرة في العالم او في تاريخ العالم يبقى فيه قناة مخصصة لبرج وقناة برج العزراء اكتبوا كلمة برج العزراء او برجو هتلاقوا هسو بلوك اللينك بتاحها تحت او هكتوب لكو كمانت من اللينك ولكو تقولوا عليها عشان هبقى دايما فيه فيديوز جديدة جدا جدا فيها مو تخصصة بس برج العزراء شكرا شكرا اي لاو فيو اول بحبكو جدا جدا قولوا لي قراءة دي وتتفق معاك ولا لا قولوا لي برج العزراء فعلا فترة الفاتي تكتم لغبطة عندك عاطفيا ومهنيا